لم تكن صبيحة خميس السابع عشر من كانون الاول كما الهدوء السابق في البصرة تظاهرات واعتداءات وحرق عنوين لتقاطعات وشوارع البصرة حيث سجل اعتصام المجموعة الهندسية اعتداءاتا عليهم من قبل شرطة النفط عند مدخل مصفات الشعباء ولاحقت تلك التظاهرات انطلاق العاملين بنظام الاجور اليومية ضمن الثلاثين الف درجة وظيفية معلنين حظرا اجباريا على المركبات مطالبين بحقوقهم المتأخرة منذ عام كامل ابتقاطع التربية وكل التقاطعات والاخبية والنواحي تم قطع الشارع لحين ما تحقيق مطالبنا تحويلنا لعقد وزارية وعلى موازنة 2021 وصرف مستحقاتنا المالية راح نقطع الشوارع وننزل بالشوارع يا اما تكتلوننا يا اما تحولوننا من الجهور الى عقود ودفعون جميع مستحقاتنا لمدة سنة كاملة واضافة للمطالبات بانصافهم هدد المعتصمون الحكومة المحلية بتصعيد اكثر اذا ما لبيت مطالبهم المنحصرة بتحويلهم لعقود وزارية جميع الاغضية والنواحي وجميع مركز المدينة راح تحترق يا محظ البصرة بحظك وبغتك هاي الواد مات الجوح كتلها الجوح كافي انا على عبول الدنيا كلها نعيشها هاي القشرة ليش ناوياك لو بخلينا عمالة وصخام أشرف منها دليتني وطيعت حظ البصرة ما خليت كرامة للشاب عشر تشر بدون راتب ابنك يقبلها ابنك لو يومين مات الطيراتب يقبص البيت عليك وكان محافظ البصرة أسعد العيداني قد أعلن العام الماضي تزامنا مع انطلاق تظاهرات تشرين عن توفر ثلاثين ألف درجة وظيفية لأبناء البصرة إلا أن تلك الوظائف لم تصرف أجورها حتى اللحظة ما أولد ضغوطات شعبية واتهامات بأن تلك الدرجات لم تكن إلا جرعة مخدرة لامتصاص غضب الشارع والذي كشف الآن أوراق تلك الخطوة مطالبا بالمصارحة والإنصاف بعيدا عن التسويف والمماطلة من البصرة أركان تقي قناة التغيير